هذا منطق ثقافة الكتاب والعترة سأنقلكم إلى جهة نحن نردد متمنين أن نكون في تلك الجهة حينما نذكر كربلاء ونذكر عاشراء في السنة الحادية والستين بعد الهجرة نتمنى ونقول يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما ونخاطبهم نخاطب أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما وحينما نسلم عليهم نسلم على أصحاب الحسين في نصوص الزيارات السلام عليكم يا طاهرين من الدنس هذا سلام نسلم به على أصحاب الحسين والحسين هو الذي يقول لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي لا أعلم لا أعرف أصحابا خيرا من أصحابي ولا أهل بيت أبر لا أعلم أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر وأوصل من أهل بيتي هذه كلمات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ونحن نخاطبهم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما سأذهب بكم إلى عهشوراء إلى كربلاء إلى الحسين وأصحاب الحسين أقرأ عليكم من مقتل الحسين لعبد الرزاق المقرم وهذه الطبعة طبعة الشريف الرضي منشورات الشريف الرضي صفحة 226 فنادى شمر بأعلى صوته هذه المضامين سأقرأها بشكل موجز لأنكم تعرفونها قرأتموها سمعتموها في واقعة المقتل في واقعة مقتل سيد الشهداء هناك خندق حول خيام الحسين أمر الحسين بإضرام النار فيه فأقبلوا يجولون حول الخيام الشمر ومن معه فنادى الشمر بأعلى صوته يا حسين تعجلت بالنار قبل يوم القيامة فقال الحسين من هذا كأنه شمر بن ذي الجوش قيل نعم فقال الحسين يا ابن راعية المعزى أنت أولى بها مني صليا يبن راعية المعزى الإمام لا يعيره بالرعي فالرعي مهنة حسنة ولقد امتهن العديد من الأنبياء الرعي وإنما يشير إلى أمه الفاجرة التي كان يفجر فيها الرعاة يبن راعية المعزى هذه لقطة وهذه اللقطة تأتي في سياق الثقافة القرآنية في سورة النساء في الآية السابعة بعد العاشرة بعد المئة بعد البسملة إن يدعون من دونه إلا إناثة وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إن يدعون من دونه إلا إناثة ما المراد من هذا هل كما يقولون من أن الآية بصدد عبادة الأصنام التي هي أصنام وتماثيل لنساء وكانت تعبت الآية تتحدث عن دعوة عن شيء يدعى إن يدعون من دونه إلا إناثة ماذا يقول تفسيرهم ماذا تقول أحاديثهم أقرأ عليكم من الجزء الأول من تفسير العياشي الذي هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 302 رقم الحديث 273 دخل رجل على إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين أحد الشيعة دخل على الإمام الصادق فسلم عليه السلام عليك يا أمير المؤمنين فقام على قدمي الإمام الصادق فقام على قدميه فقال مه أكفف أي شيء تقول فقال مه مه اسمه فعل بمعنى أكفف فقال مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين لعلي بن أبي طالب قطعا إمامنا الصادق هو أمير للمؤمنين لكن هناك مناسك هناك مراسم هناك بروتوكولات هناك حدوث هناك آداب وكل هذا لحكمة لغاية فإن اسم أمير المؤمنين خاص بعلي بن أبي طالب فقال مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين الله سماه به ولم ولم يسم به فقال مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين الله سماه به ولم ولم يسمى به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحا وإن لم يكن به ابتلي به الذي يسمى بأمير المؤمنين من دون أمير المؤمنين علامة على أنه منكوح لم يكن من أصله سيكون بعد ذلك لهذا إمامنا الصادق قام على قدميه قام على قدميه منزعجا رافضا ما هذا الذي تقوله هذا اسم علي اسم خاص بعلي فقط مه هذا اسم لا يصلح إلا لأمير المؤمنين الله سماه به ولم يسمى به أحد غيره فرضي به إلا كان منكوحا وإن لم يكن به ابتلي به وهو قول الله في كتابه إن يدعون من دونه إلا إناثا إن يدعون من دون أمير المؤمنين بأمير المؤمنين إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا فقال فماذا يدعى به قائمكم القائم كيف نسلم عليه قال يقال له السلام عليك يا بقية الله السلام عليك يبن رسول الله وهذا هو إصراري دائما أن أسلم على الإمام بهذا الإسم هذا الأدب تعلمته منهم ومثل ما تعلمت هذا الأدب منهم تعلمت أدب وصفي مراجع النجفي وكربلاء منهم أيضا من قرآنه من حديثه هذه الأجواء إن يدعون من دونه إلا إناثا شغلتهم لاك فطي ومن جو وإن يدعون إلا شيطانا مريدا إذا ما ذهبنا مع آيات الكتاب الكريم في سورة هود في قصة لوطن النبي في الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة من سورة هود وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات اللواط قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيف الملائكة الذين جاءوه بصورة شباب قال يا قوم هؤلاء بنهتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيف يردون أن يمارس اللواط مع أضياف لوط النبي أليس منكم رجل رشيد يعني ألا يوجد فيكم واحد لا يمارس اللواط الرشيد هو الذي لا يمارس ه اللواط أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد يعني ليس فينا من رجل رشيد فماذا قال تمنى هذه الأمنية قال لو أن لي بكم قوة أو أو آوي إلى ركن شديد الإمام الصادق يقول تمنى قائم آل محمد وتمنى أنصاره لو أن لي بكم قوة قصد بالقوة القائمة صلوات الله عليه أو آوي إلى ركن شديد وقصد بالركن الشديد أنصار الإمام خواص أنصاره هذه أمنية الأنبياء على أي حال أعود إلى موطن الشاهد الذي أردت أن أشير إلي أليس منكم رجل رشيد ما فيكم من أحد لا يمارس اللواط قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق نحن لا نريد بناتك وإنك لتعلم ما نريد نريد أن نمارس اللواط مع أضيافك ومه فينا من رجل رشيد فالرجل الرشيد هو الرجل الذي لا يمارس اللواط إن كان هو الذي يفعل أو كان هو الذي يفعل فيه في سورة نفسها في الآية السادسة والتسعين بعد البسملة وما بعدها وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينَ إلى فرعون وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدَ هناك غمز بحق فرعون وفرعون عنوان لكل الطغاة للذين سموا بأمهير المؤمنين والذين لم يسموا بهذا الاسم وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيد هذه إشارات القرآن نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق وأنا لا أريد أن أخوض كثيرا في كل هذه التفاصيل أعود أعود إلى عاشورا إنما ذهبت باتجاه هذه الآيات لأن الإمام استعمل الإشارة نفسها فالإمام أشار إلى خبث مولده إلى حقارته يبن راعية المعزى إنها الأجواء نفسها أجواء الحقارة والدناءة والقذارة صفحة 231 من مقتل الحسين لعبد الرزاق المقر زهير بن القيم في جيش الحسين هناك قائد عام هو العباس وهناك قائد الميمنة هو زهير وقائد الميسرة حبيب وفارس الجيش فلكل جيش فارس فارج وفارس الجيش فلكل جيش فارس هذا هو المعروف في الأزمنة القديمة فارس الجيش علي الأكبر القائد العام صاحب الراية أبو الفضل وقائد الميمنة زهير وقائد الميسرة حبيب وفارس الجيش علي الأكبر فهذا أحد قادة الجيش أحد قادة الجيش الحسيني زهير بن القين هكذا يخطب فيهم زهير بن القين هكذا يخطب فيهم إن حقا على المسلم النصيحة أخيه المسلم ونحن حتى الآن أخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف وأنتم للنصيحة منا أهل فإذا وقع السيف انقطعت العصمة وكنا أمة وأنتم أمة إن الله إن الله جميل جميل فماذا كان الجواب فرماه الشمر بسهم وقال اسكت أسكت الله نامتك أبرمتنا بكثرة كلامك فماذا فماذا أجابه زهير يبنى ليتنا ليتنا كنا معكم السلام عليكم يا طاهرين من الدناس لأعلم أصحابا خيرا من أصحابي هؤلائهم هذا أحد قادتهم هذا زهير بن القيم يبنى البوال على عقبي ما إياك أخاطب إنما أنت بهيمة والله ما أظنك تحكم من كتاب الله آيتين فابشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم الحسين صلوات الله وسلامه عليه في خطبته الشهيرة في وسط الجموع ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهذا العنوان ينطبق على يزيد ابن معاوية فهو دعي وأبوه دعي وينطبق على عبيد الله ابن زياد فهو دعي وأبوه دعي الدعي يعني النغل فيزيد نغل وأبوه نغل كتب التاريخ تحدثنا عن ذلك وعبيد الله ابن زياد نغل وأبوه نغل أيضا فهؤلاء نغول ألا وإن الدعية ابن الدعي لذا في زيارة الناحية المقدسة التي وردتنا عن إمام زماننا أقرأ عليكم من الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي والطبعة والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان هكذا نسلم على الحسين السلام على المرملي بالدباء يا حسين السلام على المهتوك الخباء السلام على خامس أصحاب أهل الكساء السلام على المرملي بالدماء السلام على المهتوك الخباء السلام على خامس أصحاب أهل الكساء السلام على غريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء السلام على قتيل الأدعياء الذين قتلوا الحسين أدعياء الذين قتلوه أصلا هم أصحاب الصحيفة إذا كتب الكتاب إنها الصحيفة المشؤومة إذا كتب الكتاب قتل الحسين أولئك هم الأدعياء واستمرت سلسلة النغول والأدعياء إذا كتب الكتاب قتل الحسين أولئك هم الأدعياء نحن نقرأ في قرآنهم في سورة القلم في الآية العاشرة بعد البسملة وما بعدها ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم الزنيم هو النغل هو ابن الزنة هذه الآيات في وجه من وجوهها في مرحلة التنزيل كانت في أبي خالد بن الوليد إنه الوليد ابن المغيرة فهذه الآيات فيه ولكن في مرحلة التأويل هذه الآيات بحسب أحاديثهم في قاتل الزهراء بحسب أحاديث العترة في تفسيرهم الشريف نحن على هذا بايعنا في بيعة الغدير فهذا الوصف الزنيم الزنيم هو الناغل هو الدعي هو ابن الزنة هذا وصف لأعداء العترة الطاهرة ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم الزنيم هو النغل هو ابن الزنة هكذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة نخاطب الحسين السلام على قتيل الأدعياء إنهم النغول زنيم بعد زنيم والحسين هنا في يوم عاشوراء يتحدث بهذا اللسان الطليق الواضح ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبي من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخضلان الناصر يا حسين لبيك داعي الله لبيك داعي الله إن كان لم يجبك لساني عند استنصارك وبدني عند استغاثتك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري هكذا نقول يا ليتنا كنا معكم يا حسين فنفوز فوزا عظيم هذا هو أدب الحسين في وسط كل تلك الجموع يعلنها من أن الذين يواجهونه هم النغول أبناء النغول هذا النغل ابن النغل الذي هو في دمشق وهذا النغل ابن النغل الذي هو في الكوفة السلام عليك يا قتيل الأدعياء هلا وإن الدعي ابن الدعي هلا وإن النغل ابن النغل تأريخ أسود تأريخ قذر أسود الوقت يجري سريعا ماذا أصنع لهذا الوقت نذهب إلى فاصل